اللي جاب في الأهلي في الدور الأول الهدف ما كانش موجود عندك إيريك عندك ألن عندك كليتشي عندك كريستوفر لعبة كلها كويسة جدا كريستوفر ده أشاد بيه قوي اللي هو عثمان دوسوي ده شبهه بالخطيب قال الخطيب زمان كان اللعيب اللي تستنى الكرة تروح له عشان تتضصد ده بالنسبة لنا في التدريبات بنستنى الكرة تروح له عشان نستمتع الدرجات دي مش كيلة كلها في لعبة الكرة لعبة الكرة لأفريقيا ومصر مش لعبة الكرة لبر حلوة كده عشان نبقى محددين عشان نسمة ما تخذي كلامي على كده دايماً اللي موهبته علي قوي دماغه يبقى فيها مشكلة اللي موهبته علي قوي دماغه عنده فيها مشكلة لان بياخدش كل لو عمل الاتنين يلعب في أربا تمام هو عنده مشكلة أنه هو دماغه أولاً بتروح في حتى التانية أنا بعد أول لقاء لعبناك ونجيش عمل ماتش كويس جدا بدأ فيما استكلمه من أول ماتش خلاص هو عايز يعني حسن أنه عملت كل حاجة بدأ رتم التمرين أقل الماتشات أقل بدأ يهدى شوية فدأ أثر عليه ولكن لو عقليته تحسنت الولد ده ممكن يعني هيبقى أحسن نتعرفه في مصر آه كويس جداً جداً واضح أنه مش كبير في السن لا صغير كلهم صغيرين ما فيش حد كبير في الداخلية غير ألن ألن الكبير اللي هو 27 تقريب والباقي كله صغير ولكن الولد هاي اللي عنده ميكانيات وبيعرف يجيب إجواله ويجاب الماتش اللي فات الاتحاد جاب هدف يعني هو ألعب كويس جداً جداً فأطبق عنه ويد 2003 هو آه يعني لتحت السن كله تحت السن أنا أكدتهم كلهم تحت السن أقولك باستثناء ألم بس أعلن عشان أنا كان معاي في الجونة أنت مصمم عليه من الجونة أعلن آه لعب نفسياً برضو أنا بعرف أظبطه كنفسياً يعني وبعدين تستغله في أي مكان يعني أنا ويقدر يلعب طرف يلعب سردباك يلعب طرف فوق يمين وشمال طرف فوق آه بيرعب هو أساساً عشرة آه عشرة آه بعد كده لعب معرفتنا بيه طول الوقت كانت أنه هو في ديفندر وبيرجع بيترجعه يلعب عشرة أساسه وبعد كده لعبناه بعد كده لعب طرف يمين وبعد كده طرف شمال بعد كده دخلته بقى في الحتة الدفاع شوية اللي هي الباكريت والسردباك دي اللي بدأنا نشتغل اللي نستغل السرعات هو زك فماشي في شكل كويس وده أكبر واحد سيهم يعتبر آه مفهوم طيب ده يوديني المهاجمين الأهلي هم مين هم مين دي إجابة تقصد بها إيه هم مين مين مهاجمين الأهلي طيب حلف كهربا هو مهاجم الأهلي نهاردة بيسجل ثلاث مجر كهربا مش مهاجم في رأي كولر واللي بنشوفه بص أقول لك حاجة بس يعني خلينا متفقين يا كل مدير فني اللي هي وجهة مصر حلو كده انا يا رضا بشوف ان المهاجم النادي الأهلي تسعة تسعة مش طرف لو لعب طرف مش شرف يلعب انا عايز ترهيس الحرب ده ده انا بشوف ان ده يخص النادي الأهلي ليه عشان النادي الأهلي لازم نهدف يعني لو أنا النادي الأهلي ما عنديش هداف الدوري يبقى عندي مشكلة هداف الدوري يبقى أنا عندي مشكلة بتكلم عن محمد شريف بس هو مش هداف السنادي بل لو بلعبش مهاجم كتير أساسا مع الأهلي هو أصلا مش مهاجم برضو من البداية حتى هو هداف بس يكلازي بعمعه حتى برضو تمام شادي مش راس حربه تعتبره جناح انا بعتبره جناح أو تاني تاني من تحت انما راس حربة بمواصفات تسعة لا مش موجود في نادي الأهلي الأهلي معندوش أصلا انا بشوفش النادي الأهلي عنده يعني كل الناس اللي موجودة وكلها يتلعب طرفة يعني كلهم يلعبوا طرفة أفضل يعني كمان واللي يلعب فيهم طرفة بيبقى أفضل آه النهاردة لعب بالاتنين شريف وشادي كأطرف وبيبقوا أفضل لما يلعب راس حربة باش كويس فدي برضو غريبة طب ما انت هو قالها يعتبر النهاردة قال أنا ما عنديش غير اللعبة دي مش عاقبهم ما قدرش عاقبهم دول اللعبتي فبمعنى أضح يعني دول اللي مكمل بيوم الموسم اللي مليان الاتحامات وأفريقي ومحلي هتعمل ايه طيب في الأزمة اللي مستمرة معي انت مش تعمل حاجة في الأزمة المستمرة أنا بكلمك عن أنت المفروض ده كان من تمام من التكوين من البداية أن انت عندك تسعة هداف هقولك حاجة بس أنا شايف أنا مش محتاج أفاركة كتير أنا محتاج أفاركة مؤسرين مؤسرين يعني ايه علم عليه المؤسر جدا ديانجة مؤسر جدا عايز رأس حربة مؤسر جدا بنفس الحالة لما لعيب من الأجانب يقعد احتياطي أو يحصل لأصابة انت بتتوطر لازم الحالة دي بجي فكره كان يفيد الأهلي دلوقتي ما كانش عاجب نقول كانش عاجبك قوي لا ماش بس كان يفيد الأهلي دلوقتي ما ظنش لا مش دي المواصفات اللي انت محتاج يعني أنا كنت أنا بحب وليد أزور شوي أكتر بحب طريقة لعبة وليد أزور أكتر في النادي العاماد متعب تسعة تسعة بنفس تسعة بنفسي تسعة بنفسي